التحذر السلمية والفكاهة أيضا تلك كانت أجواء المليونية الخامسة الرافضة للتمديد ليست الموسيقى فقط من سيطرت على الأجواء بل حتى الوجوه الفكاهية التي لا طالما عشقها الجمهور الجزائري كانت موجودة رغم مفارقتها للحياة وبعبارتها الطريفة والمضحكة شاركت وردية رحمها الله في هذا الحراك بمقولتها الشهيرة بالكفارة والسيام العام الفنان الراحل حاج عبد الرحمن المعروف بناس بكتر الطاهر أضاف حضوره نكهة خاصة للمسيرة أما عثمان عريوات فكان له النصيب الأكبر من ناحية اللافتات فرفعت صورته مرفوقة بعبارة يتنحاوا قع وافقوا بكم ابداع الجزائريين لم يتوقف هنا وفقط بل حتى الأغاني القديمة أدرجت ضمن الحراك فمن لا يتذكر أغنية جاتشتا وجول الرياح لكن بنكهة التغيير الجزائر كلها معنية بالأمر بفنانيها مثقفيها ومبدعيها الكل بصوت واحد فصوت الشعب لا يعلو عليه صوت آخر